لن يمر القصف التركي على محافظة دهوك مرور الكرام هكذا اتسمى الموقف العراقي إزاء الهجمة الأخيرة باتخاذ خطوات دبلوماسية تصعيدية ضد أنقرة يجب أن تكون علاقتنا مع تركيا سليمة ومبنية على أساس السيادة والاحترام المتبادل وسنتخذ الإجراءات الدبلوماسية اللازمة بحق أنقرة وبدأنا بالفعل في تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي في نيويورك وبناء على ذلك سنحدد الخطوات التي سنتخذها لاحقا وطلبت بغداد تركيا بتغيير سلوكها والنجوء إلى الحوار لافتة إلى ضرورة أن لا تمتد خلافاتها مع حزب العمال الكردستاني إلى التراب العراقي يجب أن لا تتواجد تركيا في الأراضي العراقية ولا حزب العمال الكردستاني أيضا ينخرط الطرفان في مشاكل عبر الحدود لكنهما جلبات تلك المشاكل إلى داخل الأراضي العراقية ورغم التصعيد العراقي على خلفية الواقعة فإن الوزير استبعد أي مواجهات عسكرية مع تركيا مؤكدا أن الرد سيكون عبر باب الدبلوماسية بدوره اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى القذمي ما حدث انتهاكا صريحا لسيادة البلاد ووجه بإعداد ملف شامل للانتهاكات التركية المتواصلة وتقديمه إلى مجلس الأمن للجانب التركي رواية مختلفة بشأن الحادث إذ نفت أنقارا أي صلة لها بالهجوم بل واتهمت حزب العمال الكردستاني بالوقوف ورائه ودعت الخارجية التركية بغداد إلى إجراء تحقيق للكشف عن ملابسات الواقعة مشددة على استعدادها للتعاون لمعرفة جونات الحقيقيين المحاولات التركية لتهدئة الغضب العراقي لم تؤتي ثمارها فبغداد أصرت على ضلوع أنقارا بالحادث أمر عكسته تصريحاتها الرسمية بأن جميع تفاصيل الهجوم المتعلقة بجغرافية المنطقة ونوع السلاح المستخدم توجه أصابع الاتهام إلى جارتها